خلينا نروح لنادي الزمالك لان في بعض الاخبار المهمة تتعالج من الزمالك النهاردة نادي الزمالك طبعا عنده وبيستعد المباراة الغد امام سموحة وهي البروفا الاخيرة للفريق قبل مواجهتي نهضة بركان في نهاء الكونفدرالية يا رب بإذن الله واحد احد النادي الزمالك يكون موفق ان شاء الله يفرحنا كلنا يفرح جميع الكرة المصرية يقدر ويقدر ويقدر ان يفوز بالكونفدرالية عنده مدرب مميز عنده مجموعة من اللعبين الجيدين في بعض الغيابات في بعض اللعبين المشوقين في القائمة الافريقية لكن حتى لو باسمك بس كزمالك تقدر تاخد البطولة بس شوية تركيز شوية ترتيب شوية تاكتك شوية تنظيم في الملعب رؤية الجهاز الفني بكيادة المدرب المميز جمز ان شاء الله نفرح كلنا نفوز نادي الزمالك النهاردة نادي الزمالك يختتم استعداداته لمباراة سموحة غدا هذه المباراة الهمة في بطولة الدوري الممتاز ويمكن هي مباراة مهمة لأنزمك محتاجي جمع نقاط ضروري عشان المنافسة على التآهل في البطولات الافريقية لو اتاخد بجدول الدوري الأول لو عشان تبقى مأمن نفسك لكن في كل أحوال من ضمن الأخبار المهمة بتطيع علاج النادي الزمالك إن الكابتن حسين لبيب رئيس النادي هو اللي حيكون رئيس باحثة الفريق في رحلة المغرب اللي حتكون فيها المواجهة بتاعة نهضة بركان وده كان قرار مهم جدا عشان يأذر اللعبين وكان برضو واضح جدا مدى تأثير صفر كابتن حسين لبيب مع البحثة في مباراة دريمز الغاني اللي نتج عنها أن النادي الزمالك فاز بسلسية نظيفة مستحقة فتأهل للمباراة النهائية بخلاف ذلك فهناك نوع من أنواع التسهيلات اللي بتحصل دلوقتي من بعض شركات السياحة عشان يسافر عدد كويس من جمهور النادي الزمالك يأذروا فريق هناك في المغرب وده أمر سيكون مهم جدا 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 فإن شاء الله أنت أمنى كل التوفيق للقلعة البيضاء لكن المطس تعبكرة لازم وممكن نادي الزمالك أو المجموعة الحالية من اللعبين نادي الزمالك لازم يتعلموا الفصل بين البطولات لأن بعد ما كسب الأهلي نادي الزمالك كسب الأهلي فتعثر في مباراة الزهاب أمام دريمز وتعدل سلبيا كانت نتيجة مقلقة لنادي الزمالك وجامع هيرو فرجع فاز لما نيسي خلاص الفوز على الأهلي ففاز على دريمز خارج أرضه 3-0 فأنت عندك مباراة بكرة قدام سموحة مباراة مهمة افهم كلامي معناها أن أنت للوقت ما تفكرش في النهائي تفكر في الماضي بتاع بكرة لو أنت عندك الرغبة أنك تكسب عشان تلحق نفسك شوية في موضوع النقاط لأنه زي ماك بدايته كانت سيئة في بطولة الدوري وبعاكية تفرغ للتفكير في نهائي أفريقيا فده دور مهم جدا قام بي بالفعل جومز المدير الفاني من خلال كلامه مع اللاعبين ووصل اللاعبين الرسالة دي بشكل واضح وأن بكرة دي مباراة أيضا عن التحدي الأفريقي طبعا مهم جدا لكن احنا عايزين نتأقع وعايزين نكسب سموحة عشان يكون الوضع بالنسبة لنا أفضل حتى على المستوى المعناوي نخش في الموضوع النهائي وإحنا عندنا دوافع كويسة معناويا جاهزين على أتم الجاهزية فده أمر مهم جدا جدا طبعا فريق دخل معسكر مغلق في اسكندرية القايمة لو جاهزة معنا عرضوها يا جماعة بخلاف تأكد غياب شيكبالة عن مباراة الغد الزناري كمان غايب بسبب الإصابة مصطفى شلبي أيضا غايب بسبب الإصابة مش موجودين في القايمة لكن المؤكد تبقى المعلومات اللي عندنا أن السلاسي ده كمان مش حيلحق مباراة النهائي على الأقل للأولى أمام نهض البركان وبنسبة كبيرة قوي المباراة التانية كمان لأن شكبالة عنده مزق في العضل الأمامية دي الأشعة أجبتته فبالتالي السلاسي ده بيغيب عن نادي الزمالك فيه النهائي بالنسبة تصل لتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية القايمة أمام حضراتكم في حراسة المرمى محمد عواد عبد الرحمن نفاد ومعاز الحناوي خط الدفاع عمر جابر حسام عبد المجيد معاز علاء الدين أنا متأسف معاز الحناوي ده اللي هو في الاتحاد والراحة الداخلية صح؟ وكان في الأهل يوم خط الدفاع الزمالك عمر جابر حسام عبد المجيد ياسر حمد الاحتمالي شارك بكرة احتمالي شارك بكرة أحمد رفاعي وأحمد فتوح خط الوسط نبيل عماد دونجا محمد شحاطة عبدالله السعيد سيد عبدالله نمار متيابة بيعود سيف جعفر موجود زياد كمال أحمد حمدي وناصر ماهر وزيزو وإبراهيم انضايو في الهجوم سامسون أكنولا ناصر منسي وسيف الجزيري السيف الجزيري اللي بنسبة كبيرة جدا هيكون موجود أيضا كمهاجم في تشكيلة نادي الزمالك في مبارات الغد أمام سموحة وهي البروف الأخيرة بالنسبة لنادي الزمالك طيب غيابات نادي الزمالك بالمناسبة أمام سموحة عشان برضو جمهور الزمالك يبقى عارف بالضبط لغيابات محمد صبحي إصابة مزقف العضلة الضمة لسه ما تمش التعافي منها أو ما تعافيش منها محمود علاء وجهة نظر فنية أوباما لعدم الجهزية رؤها بسبب عدم الجهزية برضو الفنية شكبالة الإصابة زي ما قولنا حمزة المسلوسي راحها بسبب الإرهاق مصطفى شالب أنا مع راحة حمزة المسلوسي جدا لأن العيب مهم قوي كنتم محتاجوا في النهائي مصطفى الزناري أيضا للإصابة محمد عاطف ومهابي ياسر وجهة نظر فنية بخلاف طبعا لإصابات الطويلة لوينشو عبدالشافي إصابة في الروباط الصليب ترجمة نانسي قنقر